هنرجع لحلقتنا هنروح لخبرنا الأول كالمعتاد ألا وهو كرة اليد مستر ديفيد ديفيد كان عندنا مباراة مهمة مع هليوبلس وصعوبتها كانت أن المباراة خارج أرضنا كانت في نادي هليوبلس أوصلت هليوبلس بالشروق ودائماً مباراة هليوبلس والأهلي بتشهد ندية ولكن الغريب في هذه المباراة النادي الأهلي فرط كلمتهم منذ البداية حتى النهاية تحت المباراة بفوز كبير 32-21 للنادي الأهلي مستر ديفيد ديفيد قاد المباراة بحرفية كبير على اللعيب ما خلاش لعيب واحد في الملعب يقعد أكتر من يمكن 10 دقائق كل اللعيبة شاركت فالنهاردة لما تقدر انت بهذا العدد من اللعبين وهذا الروتيشن تفوز بهذا الفرق لا أنت الحمد لله في رئيتك بتقف على أرض صلبة خاصة النشوط الأول زي ما قلت لحضراتكم احنا سيطرنا على المجريات نشوط الأول خلصان 18-10 كده بنحافظ على الفرق بنا وبن بعض حوالي 3 نقاط بنا وبن نادي الزمالك احنا رسيه 29 نقطة نادي الزمالك 26 نقطة طبعا عايزة أقول لحضراتكم أنه الدوري هيقف 3 أسابيع تقريبا لأنه فيه الأجندة الدولية ومشاركة منتخب الشباب بقيادة نجم الأهل السابق كابتن طارق المحروس ومدير الفن السابق فيه دورة الألعاب الأفريقية اللي جاية والي يكون في العاصمة الغنية أقرى والي هتبقى في الفترة من 8-23 مارس اللي احنا فيه بعد توقف الدولي هترجع في رئيتنا عشان عندها مباراة مع نادي الجزيرة على صلتنا بأهل الجزيرة طيب بنعيد وبنقرر وبنقول دايما أن احنا عندنا بطوة الألعاب الأفريقية في أقرى في غانا ودي بتتعامل كل أربع سنوات كان مفهود أنها تجرى العام الماضي في 2023 ولكن تم تأجيلها لمارس 2024 حتى يد وقت أكتر لدولة غانا الشقيقة في أفريقيا حتى تكمل استعداداتها لهذه الدورة دورة تبقى كبيرة جدا بيشارك فيها عداد كبيرة من اللعبين والمقداريين والأجهزة الفنية والبطولة دي الحقيقة بيشارك فيها كورت اليد بفريق الشباب اللي عنده التزامات دولية قادمة فده أكبر أو أحسن مجال يقدروا يعدوهم فيه بطولة رسمية ولكن بيروحوا بمنتخب الشباب وبالمناسبة في فرق كتير رايحة وألعاب كتير رايحة بالشباب ودي فرصة جيدة دايما مصر اتقل بطولة الألعاب الأفريقية بيبقى المنافس معانا نيجيريا وجنوب أفريقيا كان ليه الشرف أنها لعبت بطلطين من الألعاب أفريقية أحدهما كان في جنوب أفريقيا والأخرى كانت في جزائر والحقيقة بتشهد تجمع الألعاب كلها ويكون شرف لأي لعب مصر يشارك في هذه البطولة لأنها بتبقى عبارة عن أولمبياد مصغرة ترجمة نانسي قنع